ارتبط اسم عصير الليمون بنزلات البرد كونه يخفف من اعراضها لغناه بفيتامين سي ولكن يبدو ان للليمون فوائد علاجية جمالية فالليمون يعتبر معالجا لحب الشباب والرؤوس السوداء فخصائص الليمون المضاد للجراثيم الفطريات وكذلك حمد الستريك تجعل منه بديلا طبيعيا لعلاج حب الشباب وندوبه عن طريق فرق جميع انحاء الوجه به لمدة عشر دقائق ومن ثم الغسل جيدا بالماء فائدة ثانية للليمون تتمثل بفعاليته في طبيض الاسنان عن طريق خلط عصير الليمون مع بيكربونات الصوداء وفرق الاسنان بهذه الخلطة مدة لا تزيد عن دقيقة واحدة بسبب قوة الأحماض الكافية للوصول إلى مين الأسنان وبالنسبة لأصحاب البشر الدهنية فيمكن التخلص من لمعان الوجه الناتج عن زيادة إفراز الزيوت بمسح الوجه بالقطن المحمل بقليل من عصير الليمون أما الأظافر فثبت أن الليمون يقو الأظافر الضعيفة والهشة ويبيض الأظافر الصفراء وينصح باستخدام زيت الزيتون وعصير الليمون معا كما أن عصير الليمون يهدئ فروة الرأس الحساسة والجافة ويعالج القشرة فينصح بوضع خليط من عصير الليمون وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والعسل على فروة الرأس فهو الحل البسيط للمشكلة وإذا كنت غير متأكد من محتوى مستحضرات غسول الوجه فيمكنك استخدام خليط من عصير الليمون واللبن الزبادي ونوعا من الزيوت العطرية كاللافندر أو البابونج وتدليق الوجه بها لإزالة الأوساخ والبكتيريا وترطيب بشرتك في الوقت نفسه رشخيات العربية